اهلا بحضراتكو في هذه التغطية اعتبر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي من اهم اللاعبين على مستوى العالم ويهتم متابعين كرة القدم من جميع انحاء العالم بمستقبل النجم الارجنتين وفي ظل التكهنات الكثيرة حول مستقبل النجم ليونيل ميسي كشفت صحيفة موندو دي بورتيفو الاسبانية اخر مستجدات موقف البرغوث الارجنتيني وتكشف ايضا نص الرسائل التي دارت بينه وبين ادارة برشلونة قبل انتقاله لباريس سان جرمان كشفت صحيفة الموندو الاسبانية عن عدد من الرسائل عبر البريد الالكتروني التي دارت بين كافة الاطراف في نادي برشلونة وممثلي النجم الارجنتيني ليونيل ميسي حول تجديد العقد قبل انتقاله لباريس بنهاية الموسم قبل الماضي واكدت الصحيفة في تقريرها ان رسائل تتجاوز حدود التفاوض وتكشف الكثير من النوايا لدى الجميع سواء والد لين الميسي او المسؤولين في نادي برشلونة وحجم المطالب التي حددها اللاعب وجاءت نص الرسالة التي تم الكشف عنها كالتالي بدأت المحادثات برسالة من خرخي بيكورت محامي ميسي قائلا الغين شرط الانهاء وحددنا مبلغا رمزيا قدروا عشرة الاف يورو وتبعها رسالة من الفونسو نيبوت مدير مكتب عائلة ميسي قائلا كما ستفهمون فان الجهد المبدول من جانب العائلة كبير جدا لان اجرهم في الموسم المقبل سينخفض بشكل كبير جدا لكن كل من ليونيل وخرخي يقبلان لصالح النادي ليرد على تلك الرسائل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لا اريد ان يقول احد اننا اتفقنا على ترك الباب مفتوحا لليون رغم اننا نعلم انه لن يغادر ابدا لكن هناك الكثير من الاشخاص الذين لديهم افكار سيئة وزاد الامر سوءا رسالة من بارتوميو بعد ارسال البورفاكس قائلا الجواب بسيط للغاية ليو لديه عقد يريد ان يلعب لبرشلونة كومان يريده في مشروعه الرياضي اذا اراد الرحيل فعليه دفع سبعمائة مليون وهو ما عقده هذه هي الرسالة التي كنت ارددها كل يوم لليو ووالده وتبع بارتوميو برسالة جاء فيها فيما يتعلق بالمكافأة 10 ملايين يورو كما هو الحال كما هو الحال مع كوفيد ومع انخفاض الدخل لا يمكننا الاتفاق اكثر وتبع ذلك رسالة من رومان جوميس بونتي رئيس الخدمات القانونية بعد ارسال البورفاكس ليزداد الامر تعقيدا بالنسبة لميسي قائلا نحن نادي برشلونة لا يمكننا قبول معاملاتنا كما لو كنا الميريا ليرد خرخي ميسي والد البرغوث قائلا كل خرق سينتج عنه وثيقة اخرى وبهذه الطريقة سيشعرون بانهم ملزمون بالامتثال للسيف فوق رؤوسهم ثم رد اوسكار جراو المدير العام لنادي برشلونة قائلا اذا كان ذلك ممكنا فسيكون التخفيض بين 30% و40% مناسبا للغاية طالما انه من الممكن ان تتحمله ولن يتسبب في اي ضرر لك في اليوم التالي على اساس اليوم ثم تبعه جوميس بونتي قائلا نعرب عن قلقنا الهائل بشأن الابتزاز الذي يخضع له السيد درجينيو الذي كان يقدم نفسه كشريك لرودريجو ميسي شخص ميسي وقيمته تتعارض تماما مع السلوك او الاشخاص المشكوك في سمعتهم ثم حاول بارتوميو تهدئة الوضع بعد ضغط جماهير برشلونة برسالة كان نصها سنقوم بتضمين فقرة في العقد لتغطية ارتفاع معدلات ضريبة الدخل الشخصي اذا كانت موجودة في المستقبل ليرد عليه خرخ ميسي بشرط اخر قائلا اترك الصندوق الذي تستخدمه عائلته وعائلة ليويس سواريس مسجلين واستمر بارتوميو في تهدئة الوضع برسالة لقد اقترحت ان تكون اي زيادة ممكنة طالما عاد النادي الى مستويات الارادات البالغة الف ومائة مليون ولكن لم تكن محاولات بارتوميو كافية في الوقت المتأخر وكانت نتيجة تلك المحادثات في النهاية هي رحيل النجم الارجنتيني عن برشلونة وانتقاله لبريس سان جرمان وهناك شائعات تشير الى احتمالية عودة البرغوث لبرشلونة خلال الفترة المقبلة مستمرين في تغطيئة اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات